اشتركوا في القناة ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والعاملون فيه منوها بأدائهم المتميز وما حققوه من تقدم في إطار المحافظة على المال العام والوصول إلى أعلى درجات المصداقية والاستقلالية والشفافية كما نوه جلالته بما حققه الديوان من إنجازات وتطور في جوانب العمل الرقابي المختلفة والتي برزت مؤشراتها الإيجابية في مستوى التقارير التي أصدرها وأكد جلالة الملك المفدى أهمية الحفاظ على المال العام ومراقبة سبل إنفاقه وترشيده مشيدا جلالته بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية في أداء هذه المسؤولية على الوجه الأكمل والحفاظ على استقلالية عمله وبما يسهم في تحسين مستوى أداء وزارات الدولة ومؤسساتها تحقيقا للمصلحة العامة ولما فيه خير الوطن والمواطن وعقب المقابلة صرح سعادة السيد حسن بن خليفة الجلاهما رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بأنه قد تشرف بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الثالث عشر للسنة المهنية الفين وخمسة عشر الفين وستة عشر إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى بموجب المادة تسعة عشر من قانون الديوان وأفاد الجلاهما بأنه قد تم إصدار هذا التقرير بناء على خطة الرقابة للسنة المهنية التي وضعها على أساس تزايد أهمية الدور الذي يطلع به الديوان في تنفيذ سياسة الدولة للإصلاح الشامل وإحكام الرقابة على الأموال العامة وترشيد الإنفاق وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني والإسهام في رفع كفاءة الأجهزة الحكومية المشمولة بالرقابة وتحسين جودة خدماتها والعمل على تطوير الأنظمة المالية والمحاسبية المعمول بها وتأسيسا على ما تقدم أضاف الجلاهما بأن الديوان قد سخر كل جهوده في سبيل تطوير وتحسين العمل المؤسسي ليكون عونا للسلطتين التشريعية والتنفيذية في رقابة تحصيل إرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية وفي ختام تصريح أكد الجلاهما أن ما حققه الديوان من تطور ملموس في السنوات الماضية يعود إلى الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود الذي يحظى بهما من صاحب الجلالة الملك المفدى الذي وفر الديوان الجو المناسب والاستقلالية المطلوبة وحرية العمل التي مكنته من أداء مهمه بمهنية وكفاءة عالية ترجمة نانسي قنقر